الدوري بإذن الله تعالى فيها اللايحة فيها بعض المواد المهمة جدا يعني المادة 71 الأندية لا يحق لا لا اعتراض على التوقيتات اللي تحددها لجنة المسابقات للمباريات حماية للحكام التجمهر اللقطة اللي بتشوفوها بعد الشروط الأولاني أو بعد انتهاء المباراة أي فريق جهازه لعبته هيتجمهره حوالي الحكم في نهاية الشروط الأول أو نهاية الشروط الثاني غرامة 25 ألف جنيه بس مش عارف هي محددة بين ولا أثناء المباراة نهاية الشروط الأول ونهاية المباراة يعني أثناء المباراة ما بينتجمهره هيأثناء ما هو مش هينزل أثناء المباراة مش مسموح لحد ينزل لأن اللعبة في الملعب ماشي هو الحكام بيشتكوا أنه تنتهي الشروط الأول يلاقوا فيه تجمهر جماعي حوالي منهم فالحاكم ما بيباش عارف مين دول إنما اللعب بالنسبة له معرف بين منته فقالك عشان يمنع التحرش بالحكام والاعتراض الجماعي الاعتراض الجماعي في نهاية الشروط الأولاني أو نهاية المباراة الاقتراب من الحاكم النادي غرامة 25 ألف جنيه ده لحماية الحكام تفتكر ده بس هم قالوا حاجة والنادي بيحصلها من المتسبب أه طبعا وفقا للمادة 65 حضرت الربط الاعتراض على قرار عدم اللعب على استداد بناء على توصية الأمن سواء بسبب عدم صلاحية أرضيتها أو لأي سبب آخر بالإضافة إلى الزام الأندية صاحبة الملاعب برش الملعب قبل المباريات زي ما قلت الحضر ده رد على كل اللي انت بتقول الليل هيلعب طبعا خدوا بالكو حاجة القاهرة صاحبة النصيب الأوفر عشان برضو فكرة أنه الأهل هيقعد كم مبرامج هيطلع بره القاهرة وزمالك نفس الحكامة للزمالك ونفس الحكامة للمقولين ليه لأنه أو وإنبي وكلهم في عشر أندية في المسابقة من الثمنتاشر من القاهرة عشرة من القاهرة الأهل والزمالك وطلقا على الجيش وإنبي وصيراميكا كله بطرة والداخلية والمقاولين وإنبي وفيوتشر والبنك الأهل وصيراميكا وبيرامنس وفيه أربع عندهم من الإسكندرية الاتحاد واسموحة وفاركو وحرص الحدود وفيه ناديين من القناة الإسماعيلي والمصري وفيه غزل المحلة من المحلة وفيه أسوان من الصعيد يعني الأهلة يلعب في ثلاث مدن فقط القاهرة والإسكندرية والمقاولة تعرف أكتر نادي صعبان على يا مين أسوان طبعا بيسافر شوف كام مباراة خارج ملعبه 17 مباراة بيسافر خارج ملعبه طيب وحيانا يضطر يلعب مباراة تخصه عشان المصاريف في ملعب مريب من المنافس